موسيقى 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 إلى تصويت حول هذه القضايا، لم يكن أشهد النقاش إذاً للبرلمانيين رأي آخر البرلمانيين يقولون هما القلب النابض حزب استقلال، هما يجبوا هذه المقاعد التي كانوا الآن هما موقعين على المستوى المحلي نعم لهم الدعم الأمير العام والهياكل ولكن هما القلب النابض لا يمكن إقصاء البرلمانيين ولا يمكن إقصاء المفتشين، لأن المفتشين كذلك هما الاستمرارية الحزب منذ زمان وكذلك الروابط لأنه لا يتميز حزب استقلال إذن هذا هو المجلس الوطني في أساسه، والكونة دي المجلس الوطني هما هذا ولكن هذا نقاش، يجب أن يفتح هذا النقاش هذا وكان ممكن تطاره حوله وإلى غير ذلك ولكن الأساس شنوه؟ الأساس هو الحفاظ على مؤسسة الأمير العام لأنها أساسية، هي القوة الأساسية في إطارها، هي المركزية في إطارها قبل ما نشو لهذا الجواب ديك أستاذ ولكن هذه القرارات التي تخدعت بالإجماع في إجنة تنفيذية كان لها تقل طرف معين لأن ما يمكن لها تخدت في رادية هالطرف شكونا هو؟ هذا في هذه الأطراف مش مشكلة أنه يكون هناك تيار معين ويكون مثلا أنه تيار موازي، تيار مقابلة تقول لك هذا مش مشكلة، أنا بالنسبة لي صحية كل تقولوا رأي هناك تيار، تيار مزيان وعندهم أفكار وعندهم هذه مزيان يكونوا ولكن نحن يتنقلوا بأنه بالنسبة لي يجب أن يطرح الأمر بطريقة ديمقراطية يجب التناقش حول هذه القضايا هذا تياري لا عند هذه الأفكار، هناك تيارة أخرى لها أفكار، هناك البرلماني، لهم رأي آخر هناك تيار آخر، له رأي آخر الأساس هو أنه يجب أن توافقوا على أمور توافقوا على وحدة الحزب، هذه المسألة الأولى توافقوا على الحفاظة لمؤسسة الحزب والمركزي فيها هو مؤسسة الأمين العام كلنا داعم للأمين العام باش يخد قرارات دياله اللجنة في ديه هي آلية ديال الحكمة لدعم القرارات ديال الأمين العام تشوف الأمين العام أنه قليل في التقل في هذا القديم؟ لا، الأمين العام بالنسبة لنا كبرلمانين وبالنسبة لجميع القواعد هو أساسي في هذه المسألة هناك لا يمكن أن تكون هناك سلطة موازية للأمين العام لا يمكن لها تكون يعني أنه كلنا نصب ولكن إلا بغينا أنه فشيج المؤتمر أنا ذاك لكل رأيه فيما يخص الأمين العام وليس بغي يحفظه إليه وليس بغي يذيره هذا المؤتمر سييد ونفسي ولكن الآن أنه الأمين العام هو الأساسي وحول الأمين العام هناك آليات للحكمة ومنها اللجنة التنفيذية المسألة ليه يجيبوش خصانتوها هات السرعة هذا سرعة سحية لا يجبوش نشخصنوه وما يجبوش يكون فيه تخندق وما يجبوش يكون فيه كذلك انترك معايا وانترك ضده ولا هدي ولا هدي إلى غير ذلك هذا المسألة ليه يجبوش نقشوه فيه تعتبروش أن الحزب تمر من مرحلة أصعب مرحلة في تاريخه لا ليست أصعب مرحلة مرحلة في 2017 مرحلة في 2012 مرحلة في مراحل متعددة منذ بداية الحزب را كانون شقاق قتل غريدة الكولدي هدي مسألة بالنسبة ليه عادية ولكن الصراع يجبو أن يكون الصراع الأفكار ليس الصراع الأشخاص لإخوان اللي في اللجنة التنفيذية عندهم أفكار كنا لا نتافق معها في البرلمان إذا نحن يجبو أن نتصارع حول هذه نتقارع أن نتطارع حول هذه القضايا لكن إلى أين؟ لا لباعر الأسف كيف وتانين وإشوكيش تديد ديال الخرج من الحكومة لا أنا لا أظن أنه الخرج من الحكومة ولكن لي أساسي الآن في هذه الفترة شنو كان خصو يكون كان خصو يكون محاسبة اللجنة التنفيذية حول هذه المرحلة هذه اللي داست شنو درتو وشنو ما درتوش ما لها وما عليها كان الإخوان اللي تقولك بأن الأداء ديال اللجنة التنفيذية كان خافتان كان باهتان هذا رأيي سنشوفوه ولجنة التنفيذية الدافع على رأسها كان تقول مثلا بأنه التدبير ديال مثلا دخول للحكومة كان في واحد تدخول ديال اللجنة التنفيذية لأعطنا النتائج اللي كان عرفوها هذا كذلك فيه النقاش كان مثلا دور اللي تقوم به المنسقي الجهويين نعم قاموا بدور لا يمكنه نكرانه ولكن كان من يقول بأنه هناك يعني أخطاء اللي تمت كان من يقول بأنه رأي اللجنة تنفيذية تدافع على مصالح الأفراد المكوينة لها هذا كذلك نقاش كل هذه الأمور هذه نقاشة ولكن ما يجب أن نقوله بين وحدة الحزب تاريخ الحزب قصنا نحافظه عليه قصنا نحافظه على المشاركة ديال الحزب لأن هذه مسؤولية أمام المجتمع في الحكومة ونحافظه كذلك على الدور الأساسي ديال الأميلات ولا يجب الهرب إلى الأمام ما خصناش دابان بدا ونقوله راهلي أنه المفتيشين بعض المفتيشين كانوا ضد هذا القرار يجبوا تأنيبهم ولا بعض الروابط غنديروا لي مش مؤتمر سيدنائي باش نبدلوا هذا وهذا لأنه باش ننبهم ولا خصنا هذا البرلماني هذا ما خصناش نديره واخصنا نكونوا الحكمة الأساس من له أفكار مزيين من له أراء مختلفة مزيين الاختلاف ورحمة يجب أن يكون هناك نقاش ونعارض وطويل داخل حزب السقلات أنا أقترح بدا أولا الإخوة اللي عندهم أراء مختلفة فانجلسون تذكروا وانجلسون تذكروا أمام الرأي العام لأنه في إطار حزب السقل وانا تقارعوا حول هذه القضايا وهذه الأمور هذه الأمور مسارية وهذه أمور تنظيمية إلى غير ذلك كل مؤسسة فش نديروا هذا هذه الأمور المسألة الثانية يخصنا نوقفوا هذا الشي ديال أنه الهرب إلى الأمام وانترك مع هذا وانترك ماشي مع هذا والتخندق إلى غير ذلك نديروا لديش في إطار أنه لكل أفكاره واختلافات مهمة المسألة الثلاثة نحافظ على وحدة الحزب ونحافظ كذلك أمامنا استحقاقات هناك استحقاقات للواحدة وعشرين يوليوز يخصنا أنه الأخ لنردين مضيان أنه ينجح في الانتخابات المقبلة ويرجع يعني رجع الفارق دياله كرئيس للفارق هذو مساء المحطة مهمة ونمشي للمؤتمر اللجنة نفيديا ستبقى أو ما 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 ستبقى أنا متفائل لا أنا متفائل ولكن أريد أن ناشد الجميع عدم التخندق نحافظ على وحدة الحزب النقاش رائع أساسي الاختلاف رائع مزيان اللي عندو شرائي رمشي وما نشخصنوش هذ الأمور هذي